كما التقى رئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك بمقار المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقار الاتحاد الأوروبي مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر من جانبه توجه الرئيس السيسي بالشكر على حفاوة الاستقبال مؤكدا المكان المهم الذي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وتطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية اللازمة كما حارس ميشيل خلال لقاء على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بينما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف